بيبدأ الفيلم ببنت اسمها مادي وهي نازلة من التاكسي. وبتقف مادي في مكانها وبتشوف بول الكاتب المشهور. وبيكون بول جاي علشان يحضر حفلة بمناسبة ان كتابه الجديد حقق اعلى ارادات في التاريخ. فبيشاور بول لمادي علشان تروح له وتدخل معه الحفلة. وبيظهر ان مادي حظها وحش. لان باب التاكسي بيقفل على الوشاح اللي هي لبسها وبيمشي به. فبتقلع مادي الوشاح قبل ما التاكسي يسحبها وطاع على الارض. وبعدها بتروح لبول وبيتلمح حوالي الصحفيين وبيسألوه عن سر نجاحه. فبيقول لهم بول ان النجاح اللي هو اوصله ده بالسبب ان هو معاه مساعدة شطرة جدا. وبيمسك ايد مادي وبيخليها تقف جنبه قدام الصحفيين. فبيسألوا واحد من الصحفيين ازا كان في واحدة ستة في حياته. وهي اللي الهمته ان هو يقال في الرواية الرومانسية بتاعته. فبيبص بول لمادي وبيرد على الصحفي. وبيقول له ان هو مش بيحب يكشف عن اسراره. وبتكون مادي في قمة ساعدتها لان هي اصلا بتحب بول. ولكنها مش عارفة تعبر له عن مشاعرها. وبعدها مادي بتقابل اصحابها ايما وهيزر. وبيباني ان مادي مش ايلالهم ان هي بتحب بول. وبيظهر ان هيزر مش عاجبها اللي بيحصل. وده لان مادي هي اللي مقلفة كتاب بول بالكامل. وبتقول هيزر ان المفروض اسم مادي يتحط على غلاف الكتاب جنب اسم بول. فبتقول لها مادي ان بول مؤلف كبير وموهوب. وبتعرفها ان هي بتكون مبسوطة لما بتساعده في شغله. وبعدها مادي بتروح لبول علشان تتكلم معه تصرحه بحبها ليه. ولكن بتتفاجئ مادي لما بول بيقول لها ان هي انسانة جميلة. وان هما الاتنين بيشكلوا فريق رائع جدا. وبيقول لها ان جي الوقت ان هو يقول لها عن الحاجة اللي هو مخبيه عنها. وده لان علاقتهم لازم تكون في مستوى اعلى. فبتتحمس مادي وبتكون في قمة سعادتها. وبتقول له ان هي حاسة بنفس احساسه. فبيفرح بول وبيطلب منها ان هي لازم تبدأ تشتغل في كتابة قصة الكتاب الجديد. وبيعرفها ان هو مش هيقترح عليها القصة اللي هي هتكتبها. وهيسيبها هي اللي تختار بنفسها. فبتنصدم مادي لان هي بتكون فاكرة ان بول كان هيصراحها بحبه. وبعدها بيقوم بول علشان يقابل جمهوره. وبالصدفة بول بيقابل هزر واما. وبيظهر ان هو ما يعرفهمش واول مرة يشوفهم. وبتكون اما عندها مشكلة في الرموش الصناعية اللي هي مركباها. فبيقول لها بول ان هو ممكن يساعدها وهي بتوافق. فبيعدل بول الرموش لاما. وبتكون مادي وقفة وبتشوف اللي بيحصل ده وبتكون غيرانة جدا. فبتقرب من بول وبتعرف انه جمهوره مستنيه. فبيرح بول وبيقعد قدام الجمهور وبيقرى جزء من كتابه. وبعدها بول بيقعد مع مادي واصحابها. وبتستغرب مادي لما بتلاقي بول بيدي اما نسخة من كتابه وبيمضى عليها. فبتنبسط اما وبتسأل بول عن البحيرة اللي على غلاف الكتاب. وبتقول له ان شكلها جميل جدا ورومانسية. فبيقول لها بول ان البحيرة دي موجودة قريب من بتها في ايرلندا. فبتتمنى اما ان هي تزور البحيرة دي في يوم الايام. فبتتغاز مادي وبتقول لبول ان هو عنده شغل الصبح ولازم ينام بادري. وبعدها بتكون مادي وهزروا اما في التاكسي. وبيكونوا مبسوطة جدا وبيظهر ان هي حبة بول من اول نظرة. وبتقول اما ان الليلة دي هي اسعد ديلا في حياتها. فبتقول لها هزر ان هو كان بين اوي ان هي وبول منسجمين سوا. فبتدخل مادي وبتقول لهم ان بول شخص مشهور. وان هو لازم يعامل معجبينه معاملة كويسة. فبتقول لها اما ان بول ادالها نسخة من الكتاب ومضى عليها. فبتعرفها مادي ان ده شيء عادي وبيحصل. وبول فعلا بيعمل كده مع كل معجبينه. فبتوريها اما الكتاب. وبتقول لها ان هو مش شيء عادي ان هو يكتب رقم تليفونه جنب توقيعه. فبتدوز هنا مادي وبتقول لها ان ده مجرد رقم تليفون مش عرض جواز. وان اكيد ما فيش اي حاجة هتحصل بينهم. وبعد ثلاث شهور بتكون مادي مع هزر في المطار وبيكونوا مسافرين على فرح اما وبول. واللي بيكون هيتعامل في ايرلندا. وبتكون هزر فرحانة ومش مصدق ان بقوله اما هيتجوزه. وبعد شوية وقت بيوصلوا كلهم لايرلندا. وبتروح مادي علشان تاخد شنطتها. وبيكون فيه مصور اسمه جيمس المستني ياخد شنطته هو كمان. فبتمسك مادي الشنطة هي وجيمس في نفس اللحظة. فبيقول لها جيمس ان دي شنطته هو. فبتقول له مادي ان دي شنطتها هي. فبيطلب منها تقرأ الاسم اللي مكتوب على الشنطة علشان تتأكد. فبترفض مادي وبتقوله ان هي مش محتاجة تقرأ حاجة. لان هي متأكدة ان دي شنطتها. فبيفضلوا الاتنين يشدوا الشنطة من بعض. لحد ما الشنطة بتتفتحه بتاع الهدوم اللي جواها على الارض. فبتمسك مادي الهدوم وبتقول لجيمس ان دي البلوزة بتاعتها. ولكنها بتكتشف ان هي مسك الشرطة بتاع جيمس. فبتحرك جدا وبتعتذر لجيمس وبتقوله ان شنطتها شبه شنطته بالزبط. فبيلمي جيمس هدومه وبيرحب بيها في ايرلندا. وبيسيبها وبيمشي. وبعدها بتخرج مادي من المطار وبتركب اوتوبيس علشان تروح بيت بول. وبيكون جيمس راكب نفس الاوتوبيس. وبيسألها عن شنطتها. فبتقوله ان موظفين المطار هيدوروا عليها ولما يلاقوها هيتصلوا بيها. وبتعرف مادي ان جيمس بيشتغل مصور للطبيعة. وبيشوف جيمس مع مادي كتاب بول. فبيقولها ان هو يعرف بول لكنه مش بيحب يقرأ كتبه. وبيتفاجئ جيمس لما بيلاقي مادي بتنزل قدام بيت عيلة بول. وبتقوله ان هي اللي بتساعد بول في تأليف الكتب. فبيسخر منها وبيقولها ان هي صعبان عليه جدا. فبتتغاز منه مادي وبتكون عايزة ترد عليه. ولكن الاوتوبيس بيمشي قبل ما تعمل كده. وبعدها بتدخل مادي بيت عيلة بول وبتتعرف على كوري اخو بول. وبياخدها كوري معاها علشان يعرفها على ليلة. وبتكون ام بول بتتكلم مع ايما عن جمال التحف والانتكات اللي عندها. وان هي كلها اثرية ولا تقدر بالسمن. والسوء الحظ مادي اول ما بتدخل عليهم بتخبط في فازة وبتكونها توقعها على الارض. ولكنها بتمسكها في اخر لحظة. وبعدها بتسلم مادي على ابو بول وامه وبيقعدوا كلهم سوا. وبتفضل ام بول تقول ان هي بتهتم بكل التفاصيل اللي هتم في الفرح. حتى الفستين اللي اصحاب العروسة هيلبسوها. بتكون هي اللي جابتها علشان كل حاجة تكون مثالية. فبتسيبها مادي وبتروح الاوضة اللي هتباد فيها. وبتدهي لما بتلاقي سور بول وايما موجودة في الاوضة. وبعدها بول بياخدهم وبيروحوا مكان معين علشان يستمتعوا بجمال الطبيعة. وهناك بيتفاجأ ان هما قدام البحيرة اللي صورتها موجودة على كتب بول. فبتفرح ايما وبتكون مبسوطة جدا لان هي كان نفسها تشوف البحيرة دي. وبيكون في مركبين بس في البحيرة. وبيركب بول وايما في المركب. والمركب التاني بيركب فيه وبتحس هنا مادي بالحزن لان هي وحيدة. ولكنها بتخبي حزنها. وبتقول لهم ان هي هتستنهم لما يرجعوا. وبعدها بتتماشى مادي في المكان. وبتكون مبهرة جدا بمنظر الاشجار والازهار اللي حواليها. وفجأة بتشوف شجرة جميلة جدا وبيكون تحت منها كرسي من الصخر. فبتقعد مادي على الكرسي ده وبتتمنى ان هي اللي تكون بتتجوز بول. وساعتها بتظهر فجأة واحدة ستة من ورا مادي. فبتستغرب مادي وبتسأل السيت دي هي مين? فبتقول لها ان هي القديسة اللي مسؤولة عن تحقيق اي امنية لاي شخص بيكون موجود في المكان ده. وان الكرسي اللي قعد عليه ده اسمه كرسي الامنيات. وبتقول القديسة المادي ان هي ممكن تحقق لها امنيتها اللي هي تمنيتها من شوية. فبتفرح مادي وبتوقض على الكرسي وبتغمض عينيها. وبتتمنى ان هي اللي تتجوز بول. وفجأة بتصحى مادي من النوم وبتلاقي نفسها على السرير في الاوضة. وبتقول مادي من نفسها ان ده كان حلم غريب جدا. وفجأة بتسمع مادي صوت بول في الحمام. فبتروح على هناك وبتنصدم لما بتلاقيه بيستحمى. وبيطلب منها تدي له الفوطة. فبتدهاله وبتخرج من الاوضة بسرعة. ولكنها بتلاقي ايما قدامها وبتسألها عن بول. فبتقول لها مادي ان هي ما شافتش بول نهائي من اليوم اللي فات. وبتتكسف جدا لما بتلاقي بول بيخرج من الاوضة وايما بتشوفه. وبتتفاجئ مادي ان بول بيحاول يبوسها ولكنها بتبعد عنه. فبيستغرب بولي وبيقول لها ان دي مش اول مرة يبوسها قدام ايما. فبتحتار مادي ومش بتكون مستوعبا اللي بيحصل. ولما بتجي هزر بتشدها مادي وبتدخل بيها الاوضة. وبتقول لها ان هي هتحكي لها على حاجة. وبتطلب منها توعدها ان هي ما تقولش الامة. وبتقول مادي ان هي حلمت بحلم غريب جدا. فبتقول لها ان هي قبلت ست غريبة وطلبت منها ست دي ان هي تتمنى امنية. وبتقول مادي ان هي تمنت ان هي تتجوز بول. فبتستغرب هزر من كلامها. وبتقول لها ان هي عارفة ان قبل الفرح العروسة دايما بتكون متوترة. فبتنصدم مادي من كلام هزر. وبتعرف ان الامنية تحققت فعلا. وبتنبسط لما بتشوف خاتم الجواز في ايديها وبتكون طايرة من الفرحة. وبعدها بتنزل مادي علشان تفطر مع العيلة. وبيقول بول لمادي ان هو هياخدها في جولة حوالين البيت بالعجلة. وبعد ما بيخلصوا فطار بيبدأوا جولتهم. وفي الطريق بتكون مادي مش عارفة تتحكم في العجلة او بتقع. فبيروح لها بولو وبيتطمن عليها وبتكون هزر واما قريبين منهم. وبيروحوا لمادي علشان يتطمنوا عليها. وبيظهر ان مادي كويسة وما جرى لها ش حاجة. لكن بول بيكون عاوز يكمل جولته. فبتقرر اما ان هي تركب العجلة وبتروح معاه. وبترجع مع صاحبتها هزر عالبيت. وبتقابلهم واما بولو بتطلب من مادي ان هي تجهز نفسها علشان تقيس فستان الفرح. وبيروحوا بعد كده للخياط. واصحاب مادي بيكونوا مستغربين من شكل الفستان. فبتقول لهم ام بول ان الفستان ده مراس فعالتها. لان جدتها لبسته وبعدها امها لبسته. وهي كمان لبسته من بعدهم في يوم فرحة. وفي الوقت ده بيكون جيمس في المكتبة وبيشتري كتاب. وبيتفاجئ ان هو يبقى العميل رقمية خلال الاسبوع. فبيكسب كتاب بول هدية من المكتبة. فبيرفض جيمس ان هو ياخد الكتاب ولكن البيع بيصمم على رأيه. فبيضطر جيمس ان هو يوافق وبياخد الكتاب وبيمشي. وفي الوقت ده اصحاب مادي بيسألوها هي ازاي هتوافق ان هي تلبس الفستان ده. فبتقول له من هي مستعدة تعمل اي حاجة علشان خطر بول. وفجأة مادي بتشوف القديسها برا المحل. فبتخرج من المحل وبتجري وراها علشان تكلمها. ولكنها بتاع عجوة عربية جيمس اللي بيكون واقف في الشرع بالصدفة. فبتعتذر له مادي وبتسأله ايه اللي جابه للمكان ده. فبيستغرب جيمس لان مادي بتتكلم معه كأن هي تعرفه. وبيستغرب اكتر لما مادي بتلاقي معك تاب بول. وبتسأله امت غاية الرأي وبقية كتب بول. فبيسألها جيمس هي مين? فبتفتكر مادي هنا ان هي في زمن تاني. وجيمس مش هيفتكر ان هو قابلها قبل كده. واسناء ما هما بيتكلموا بتيجي ام بول وبتسأل مادي هي ليه خرجت من المحل. فبتقول لها ان جيمس يبقى صادقها وان هو بيشتغل مصور. وعلشان كده هي جرت عليها علشان تلحقه. وتحاول تقنعه ان هو يصور لها الفرح. فبتوافق ام بول وبتطلب من جيمس ان هو يصور فرح ابنها. فبيرفض جيمس وبيقول لها ان هو ما بيصورش بشر. فبتتعصب ام بول لان هي مش متعودة ان حد يرفض لها طلب. وبتقول له ان هي هتدي له ثلاث اضعاف اجره اللي هو بياخده. فبيوافق جيمس بدون تردد. وبيسألها معاد الفرح. فبتاخدوا ام بول معها على البيت علشان تورله الاماكن المعينة اللي هو هيصور فيها العريس والعروسة يوم الفرح. وبيجي بول ولما بيعرف ان جيمس مصور بيقترح علي ان هو يصور مع مادي في اماكن يكون فيها مناظر طبيعية. وده علشان يختار منها صورة لغلاف كتابه الجديد. وبالليل بتكون مادي نايمة وبتتفاجئ بحد بيلمسها. فبتقوم بسرعة وبتضربه وبتتفاجئ ان هو بول. فبتتدايق من نفسها وبتعتذر له. وبتقول له ان هي لسه مش متعودة ان في حد بينام جنبها على السرير. وتاني يوم مادي بتقابل جيمس علشان يروحوا السواء على الاماكن اللي هما هيصوروا فيها المناظر الطبيعية. فبيسألها جيمس عن بول. فبتقول له ان حصلت له اصابة مفاجأة ومش هيقدر يكون معاهم. واسنما هما في الطريق بيتكلموا سواء. وبيتفاجئوا ان في حاجات كتير مشتركة بينهم. ولما بيوصلوا عند الجبل جيمس بيصور مادي صورة جميلة جدا وهي مش واخدة بالها. فبتحس مادي باعجاب ناحية جيمس. وهو كمان بيحس باعجاب ناحيتها. وفي نفس الوقت ده بول بيكون قاعد متضايق. بسبب ان الضربة اللي اخدها من مادي سايب اثر في وشه. فبتروح له ايمة وبتحط له تلجة علشان الاصابة تخف. وفي اخر اليوم مادي وجيمس بيكونوا راجعين عالبيت. وبيتفاجئوا بعض صفة جديدة بتحصل وبيتكون الطرق كلها مقفولة. فبيقرر جيمس ان هو ياخد مادي ويروحوا عالفندق الصغير اللي هو نازل فيه. علشان يباتوا فيه لحد تاني يوم. وبتتصل مادي على بول علشان تعرفوا باللي حصل. ولكنها بتلاقي تليفونه مقفول فبتسيب له رسالة. وبعدها بتقعد مادي مع جيمس وبتعرف منه ان هو معندوش بيت. وده بسبب طبيعة شغله اللي بتخليه سافر كتير. وبيفضل جيمس ومادي يتكلموا سوا. وبعدها بيفضله يرقصه ويغنوا سوا وبيكونوا مبسوطين جدا بوقتهم. وتاني يوم بتنصدم مادي لما بتلاقي عربية جيمس عطلانة. وبتكون خايفة لحظة ان تتاخر عن جلسة التدريب على مرسم الفرح. ولكن بيجي واحد صاحب بول وبيسعيدهم. وبيطلب منهم يزقوا العربية. فبتزق مادي وجيمس العربية وبيقدر صاحب بول ان هو يشغلها. لكن مادي وجيمس بيكونوا غير امية. ولكنهم بيركابوا العربية وبيتحركوا افطريهم للبيت. وبيسعوا جيمس العربية بسرعة علشان مادي ما تتاخرش عن معادها. وبتوصل مادي للبيت وبيكونوا كلهم مستغربين من هدومها المتبهدلة. فبتقولهم ان العاصفة هي السبب اللي حصل. وبعدها بيبدأ التدريب على المراسم. ولكن مادي بتشوف سورة القديسة على الازاز بتتحرك. فبتصرخوا على الارض وبيغمى عليها. فبيتخض عليها الموجودين كلهم وبيقربوا منها وبيفواؤوها. ولما مادي بيتفوق بتقولهم ان اللي حصل ده بسبب ان هي مرهقة شوية. وبعدها بيوصل المعزيم على الحفلة اللي عام لها ام بول. وكوري بيسأل مادي وبول اسئلة عن اليوم اللي قرروا في ان هم يتجوزوا. فبترتبك مادي لان هي مش فاكرة اي حاجة اصلا. لان اليوم ده بالنسبة لها ما حصلش. فبيرد بول على اسئلة كوري كلها. وما حدش بياخد باله من حاجة. مع جيمس اللي بيكون مركز مع مادي طول الوقت. وبعد العاشة جيمس بيقول لمادي انه واضح عليها ان هي مش مبسوطة. وبيعرفها ان هي على وشك ان هي تاخد قرار ممكن يأثر على حياتها كلها. خصوصا لو كان القرار ده غلط. وبيقول لها جيمس ان بول قال ان هي اللي طلبت منه الجواز. فبتقول له مادي انه ده شيء عادي. فبيعرفها جيمس ان بول لو بيحبها بجد ما كانش هيستنى ان هي اللي تعرض عليه الجواز. فبتدائي مادي من كلام جيمس. وبتقول له ان هو جاي علشان يصور الفرح وبس. وان هو مش من حقه يدخل في حياتها الشخصية. وبعدها مادي بتقول لبول ان هي تعبانة. وان هي هتطلع عوضتها علشان تنام وتستعد للفرح تاني يوم. وبيظهر ان مادي متدائقة من الطريقة اللي اتكلمت بيها مع جيمس. فبتروح لحية الشباك علشان تشم هوى. ولكنها بتلاقي بول واما بيتكلمه ساوى. واول ما بول بيمشي اما بتفضل تبكي. فبتفهم مادي ان هي لو تجاوزت جيمس هتكون السبب في حزن اما. والتاني يوم بتروح تعتذر لجيمس عن الكلام اللي هي قالت له الليلة اللي فاتت. وبتقول له ان هي حزينة مع ان جوازها من بول هو حلم حياتها. فبيعرفها جيمس ان حزنها ده اشارة على ان هي بتتصرف غلط. وفي اللحزة دي بيشوفهم بول وهم بيتكلموا سوا وبيظهر ان هو متدائق من اللي بيحصل. وبعدها مادي بتروحها لشان تلبس الفستان وتستعد للفرح. وبتدخل اما على مادي وبتبارك لها على جوازها. لكن مادي بتقول لها ان هي شافتها مع بول الليلة اللي فاتت. فبتتأثر اما وبتقول لها ان هي بتحب بول. وان هي حاسة انهم لو كانوا في زمن تاني كانوا ممكن يتجوزوا. فبتصعب اما على مادي وبتحضنها. وبتقول لها ان هي هتتصرف. وبعدها بيجي الراهب وبتقول له مادي ان هي تمنت امنية من القديسة. وبتسأله اذا كانت اللي عملته ده صحة ولا غلط. فبيقول لها ان القديسة مش بتحقق لها الحاجة اللي هي تمنيتها. ولكنها بتوصلها للحاجة اللي هي محتاجها فعلا في حياتها. وبعد شوية بيكون بول والمعازين مستنيين مادي علشان يبدأوا مراسم الجواز. ولكنهم بيتفاجئوا ان مادي بتدخل عليهم وهي لبسة لبسة عادي. وبتقف مادي قدام الكل وبتقول لهم ان هي كانت فاكرة ان هي وبول بيحبوا بعض. لكنها اكتشفت عكس كده. وبتقول ان هي قررت تلغي الجواز. وده علشان ما يحصلش بينها وبنبول اي مشاكل في المستقبل. فبتتعصب ام بول وبتقول لبول ان عرصته بتحرجها قدام كل معارفها. فبيقول لها بول ان جيمس هو السبب. وان هو شافه مع مادي وهما بيتكلموا لوحدهم. فبتقول له مادي ان هي كمان شافته مع ايمالليلة اللي فاتت. فبيتعصب بول وبيتخاني مع جيمس والفرح بيبوز. وبعدها بيخرج جيمس من البيت وهو متضايق جدا. فبتجري مادي وراه وبتقول له ان هي اكتشفت ان هي بتحبه وعايزة بتتجوزه. فبيقول لها جيمس ان ده قرار متسرع جدا. وبيسيبها وبيمشي. فبتحزن مادي وبتقرر ان هي تروح عند كرسي الامنيات. وبتقعد وبتغمض عينيها وبتتمنى ان كل حاجة في حياتها ترجع لطبعتها. وبعدها بتصحى مادي من النوم وبتلاقي هزر دخل عليها الاوضة. وبتستعجلها علشان تلبس سستان واصفة العروسة. فبتفرح مادي علشان ايمها هتتجوز بول. وبتحضر الفرح وهي في قمة السعادة. وبتفضل مادي تدور علي جيمس لكنها مش بتلاقيه. فبتقرر ان هي تروح له الفندوق اللي هو نازل فيه. ولكن بول بيقابلها قبل ما تخرج من البيت. وبيطلب منها ما تنساش تختار قصة الكتاب الجديد. ولكن مادي بتقوله ان ده مش هيحصل غير لما يكون اسمها جنب اسمه على غلاف الكتاب. وبيظهر ان كلام مادي مش بيعجب بول. فبتسيبه مادي وبتمشي. فبيسألها هي رايحة فين. فبتقوله ان هي رايحة تكتب قصتها الجديدة. وبعدها بتروح ايمال الفندق وبتعرف ان جيمس لسه خارج حالا. فبتخرج مادي من الفندق وبتفضل تدور عليه لحد ما بتلاقيه. واول ما بيشوفها بيسألها ازا كانت جاية تاخد شنطته تاني. فبتبتسم مادي وبتقعد جنبه. وبتطلب منه يسعيدها علشان يصور لها مناظر طبيعية في ايرلندا. وبتعرفوا ان هي هتختار منها صورة غلاف او الكتاب ليها. فبيوافق جيمس وبيظهر ان هو معجب بيها. لدرجة ان هو بيلغي سفره علشان يسعيدها. وبيخلص الفيلم.